يحتفل الجهودنا اليوم بتاريخ 24-11-21 بالشاعر والكاتب المسرحي والدبروميس السوداني محمد الفيتوري بس اعمال الفيتوري بلغة السورة حياة جديدة في الادب العربي المعاصر بمزيج من الفلسفة السوفية والثقافة الافريقية والدعوة الى مستقبل خالم الاتهات ولدها محمد مفتاح رجب الفيتوري في مثل هذا اليوم من عام 1936 في أرجينينا وهي بلد تقع الحظة الغربية بالسودان الأب بليبي وبمصرية في السلسة من عمره انتقل الى مصر حيث امضى ما تبقى من طفلته وتابع درسته في الادب والعلوب في الجامعة ووجد عمل محرن في الصحفة المصرية والسودانية بعد التخرج وفي عام 1956 نشر في توري مجموعته الشعرية الاولى بعنوان اغاني افريقية والتي استكشف أصار استماع الهواء الافريقية الجامعية وشجع قراءه على اعتناق الجزول الثقافية لقارة افريق ونشر عديد مصرحيات وقطب المجموعة الشعرية حيث عاش وعمل كاتبا صحفيا في جميع انحاء شمال افريق من لبنان الى السودان بعد مقاره من خمسين عام الاصدار مجموعته الاولى وبلغت مصيرة الفيتور ادبية زراطة مع اصدار اخر كتباين له في عام 2005 واليوم يحتفل جوجل بعيد ميلاد محمد الفيتوري اشتركوا في القناة